بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم من اللغو معرضون والذين هم من الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم آبرون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتروا أذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم مرعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوتهم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نغفة في قرار مكين ثم خلقنا النغفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فرطكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكل كثيرة لكم فيها فواكل كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخوي من طول سيناء تنبت بالدهم وصبر للآكلين وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحمنون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم أفدوا الله لا لكم من إله غيره أفلا تستقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إنه إلا وجل به جنة فتغبصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأرحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وقعت تنروا فاسلك فيها فاسلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القوم منهم ولا تخلق بني في الذين غلموا إنهم مغرقون فإذا استعيت أن تعمناك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجال من القوم الظالمين وقل بأنزل منزلا مباركا وأنت طير منزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ألا لكم من إله غيره أفلا تستقون وقال الملأ من قومه الذين كبروا وكذبوا بالقوم الآخرة وأثرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أفعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أرادكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وإظراما أنكم مخرجون هيئة هيئة لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا لموت ونحيا وما نحن بمبعوتين إن وإلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبح المنادمين فأخلتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسولنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه كذبوه فأسبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمن ثم أرسلنا موسى وأحواه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون ومنئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربعة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطروا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غنوتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمذهم به من مال وبن نسالع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم رجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا أسعى ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مسرفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم مما لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون واستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون بهن بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كائفون ولو اتمع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معيظون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير رازكين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكمون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ظل لنجوا في طغيانهم يأمرون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضررون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئذة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا مثنا وكنا تغابا وعظاما أئنا لمبروثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما استخذ الله منه ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عن ما يصفون عالم الغرب والشآبك فتعالى عما يشركون قل رب إنا تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون تدفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من أمذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما كرك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بغزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خصفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جأنم خالدون تلفح وجوعهم النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضارين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا خالدون قال اختروا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عماد يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الرحمين فاتخلتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزلتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العدين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أننا خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون قال الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدرم الله إلها آخر لا برآن له به لا برآن له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفله الكافرون وقعد بغفر أرحم وأنت خير الرحمين قرآن إز لايف